من يومين؟ من يومين يا أختي؟ أموت في الحكايات يا أستاذ حنكي يا أختي عليك أموت أموت أنت عارفني ده على فكرة أنا ما كنتش جاي لبرنامج ده طب جيت إزاي بقى؟ أنا كنت جاي لبرنامج ده ليه؟ جداً أنا هقول ما هو ده السؤال اه ايه واعتقول شوف أنا مزيعة بوسبة القطة كده ما ليه؟ من يومين إيه بقى؟ اللي أنا هقوله ده أنت اللي كان في بالك اه عملت حلقة عن صحاب المطاعم مش هو ده اللي في بالك؟ اه بتاع المطاعم والحلويات؟ صحب المطاعم والحلويات؟ اه تمام؟ شوفه ده اللي في بالك اه اتكلمت عن صحاب المطاعم وما كنتش أعرف أن حضرتك صاحب مطاعم شوفي يا أختي اه نسيت بقى وأنا بقول طبعاً أنا يا أستاذ حجيجي أعذرني لو أعادت عدد حلويات باسم الرجل مش أخلص هينزله استطار عليا زي عندوك في المصر هيقفله هيقفله استطار اه فأنا يعني اختصرت مش قادرة تديله حقه طبعاً بقلت كم نوع حلويات صراحة ما استرسلتش بما أن حضرتك صاحب مطاعم فإحنا ممكن نفتح الموضوع تاني قداش أنا يعني مش هقول عليه لأ بس أحب أخذ رأيك فيه لا هو أنا مش يعني أنا مش زعلان علشان انت قلت ده عشان نسيت حاجات لا لا أقول زي ما أنت عايزة بس انت قلت صابع محمد صابع محمد قودنا عليه أه أبوحمد طبع طبعاً طبعاً حاجات كده فين صلعي تحجاك يعني ما هو صلعي تحجاك دي ما تعملتش منه أنا قلت نسيت نسيت ما كنتش عارب أنك فحد إدي بالعكس ده مساحك ويزة للشامعة يعني حط الشامعة وحاجات كده هو وحاجات كده ونطف أه نزيلها في المانيوم أه نزيلها في المانيوم أه لأن ما هقول يعني دلوقتي يعني أنا مراتي وأنا نازل أه لفلك وبتقول لي اتفضل الشراب يا منقرع قلت لي ايه قالت لي منقرع قالت لي اه منتقام انت فرعون كل التحية مدام بالزبط